السنغال السنغال حصل فيها انتخابات رئاسية مهمة جداً في رأيي ممكن حد يجي يقول السنغال بعيد علينا وإحنا ملنا انتخابات السنغال وغيرها أنا في رأيي انتخابات مهمة قوي لأي حد مكتمة بالسياسة وبالذات سياسة أفريقيا لعدد من الأسباب السبب الأولاني ان السنغال عندها تراث وباع محترم قوي في الديمقراطية وانتقالات ديمقراطية يعني ان رئيس مهمة رئيس آخر وانتخابات برلمانية وانتخابات رئاسية وكلها سليمة وفي إطار عظيم جداً لعدد من العقود لكن من تقريباً سنة سنة وشوية بدت تظهر إشارة ان الرئيس السنغالي السابق يريد أن يستمر أزيد شوية في الحكم بولاية جديدة في عليها كلام في الدستور فبدت ناس كتيراً يتقول دولة أفريقية من الدول القليلة اللي في أفريقيا إلا فيها ديمقراطية فعلاً حتقع فيها الديمقراطية وفعلاً بدت تبقى فيه مشاكل أو على الأقل قلاقل داخل البلد من أنه الانتخابات حتؤنجل حتحصل في فبراير 2024 لا حتحصل في ديسمبر 2024 لا مش هتحصل خالص المهم قوة سياسية مهمة في البلد بما فيها القضاء السنغالي تدخل وأوقف كل هذا القلام وفعلاً رئيس الجمهورية السنغالي الخلاص شهور شهور حتحصل الانتخابات وأجريت الانتخابات الرئاسية في مارس 2024 وفاز فيها ومن الجولة الأولى المرشح المعارضة السنغالية وراء وفعلاً الراجل في أول إبريل 24 تم تنصيبه في السنغال في دكاء كرئيساً للجمهورية فأول نقطة تلفت النظر لأي حد مهتم بالسياسة الدولية بشكل عام والأفريقية بشكل خاص إنه واحدة من البلاد الأوليلة في أفريقيا اللي فيها ديمقراطية حقيقية قال فيه كلام إنه ممكن هذه الديمقراطية تقع لا موقعتش واستمرت وده شيء ممتاز وعظيم السبب الثاني هو إنه السنغال بلد ذات غالبية مسلمة غالبية ساحقة كمان مسلمة النقطة دي ممكن تدايق ناس كتير بس هي للأسف نقطة مطروحة جداً في العلوم السياسية وفي العلاقات الدولية وهي تساؤل هل الديمقراطية بتستمر في مجتمعات ذات غالبية إسلامية؟ مرة تانية ممكن حد يقول هذا سؤال غير مطروح وسؤال ده متئيل وغلط وفعلاً في دول فيها أغالبية إسلامية فيها ديمقراطية عظيمة بس مش كتير السنغال مش بس بلد أفريقي لكنه بلد أفريقي ذو أو ذا غالبية إسلامية كبيرة أوي فكان مهمة أوي أن التجربة الديمقراطية اللي في تستمر علشان هذا السؤال المطروح في العلوم السياسية حول الديمقراطية في بلد ذات غالبية إسلامية فاستمرت سبب التالت أن الانتخابات الرئاسية مهمة لأي حد غاوي سياسياً هو أنه جيو سياسياً يعني من ناحية الجغرافية والسياسية المنطقة اللي بتسمى في الغرب الساحل ودي تسمية غريبة حبتين لحد بيتكلم اللغة العربية لأن احنا عندنا في العربي قلمة الساحل تعني ساحل البحر الأحمر لأفريقيا يعني أو ساحل المحيط الأطلنطي لكن في العلاقات الدولية هذه الأيام قلمة الساحل تعني المنطقة من الأرض اللي من السودان شرقاً إلى السنغال والمحيط الأطلنطي غرباً في كل هذه المنطقة تقريباً في العشر سنوات اللي فاتت دول كثيرة مرت بتجارب سياسية ده ما هتقيل قوي ومشاكل كثيرة قوي لكن نتجة عن هذه التغيرات السياسية أن دول كثير في هذه المنطقة كانت لعقود تحت نفوذ غربي وأحياناً نفوذ فرنساوي كبير أوي تغير فيها الجاءو تغير فيها النظام السياسي فخرجت من دوائر النفوذ الغربي وفي منها دول بقت ميالة حبتين إلى روسيا ميالة حبتين إلى الناحية التانية الناحية اللي في السياسة الدولية غير غربية فمن الجيوسياسة من العلاقات الدولية السنغال لأنها واحدة من دول هذا من الأرض هذه المساحة اللي في الأرض ومهمة قوي لأنها على المحيط الأطلنطي حيث أن هذه الدولة حصل فيها انتخابات فئاسية حرة وعظيمة وممتازة معنى ذلك وفيها النهاردة إدارة جديدة أنه فيه سؤال حول اختيارات هذه الإدارة السياسية هتبقى متجهة أكثر للغرب ولا متجهة أكثر للشرق نحية الصين نحية روسيا لذلك أي حد مهتم بالصراع العالمي هيبقى مهتم باختيارات السنغالة لأنها واحدة من الدول اللي قليلة قوي اللي فضلة في الحتة دي اللي اكتيرتها لسه مش واضحة ممكن حد يقول طب يعني ما فرقتش قوي أفريقيا مش مهمة لا أفريقيا مهمة قوي مش بس عشان الجانب الجيوسياسي لكن عشان الجانب الجيو اقتصادي يعني الجغرافي الاقتصادي السنغال في حد ذاتها فيها طاقة أو احتماليات طاقة كتير بس ما هو أهم الموجود أنه غرب أفريقيا فيها طاقة مهولة بيترول وغاز كبير أوي أهم مركز فيهم هو نايجيريا أوروبا بقالها النهاردة سنتين بعد بداية الحرب على أوكرانيا تريد تغير أو تجديد مصادر الطاقة بتاعتها لأنها كان بقالها عقود طويلة أوي معتمدة على روسيا الغاز الروسي لأنه النهاردة عايزة بدائل للغاز الروسي فالطاقة اللي طلع من القارة الأفريقية في غاية الأهمية بالنسبة لأوروبا نايجيريا كواحد من أهم أهم المصدرين في العالم للطاقة مهمة أوي هذه الأيام لأوروبا ممكن حد يقولها طب إيه القصة دي مالها ومال السنغال؟ النقطة أنه أغلب طرق الطاقة اللي طلع من غرب أفريقيا ذاهبة إلى أوروبا ذاهبة الأول إلى شمال أفريقيا كتير جدا من هذه المصادر بتعدي في بايكس بتعدي في أنابيب تخلى فين في السنغال يعني السنغال دولة محورية جدا اقتصاديا جغرافيا لتوصيل الطاقة اللي طلع من غرب أفريقيا ذاهبة إلى أوروبا فمن ناحية جيو اقتصادية مهمة لكل هذه الأسباب الانتخابات اللي حصلت في السنغال قد تبدو بعيدة عننا بسنف رأيي لأي حد مهتم بالسياسة خاصة في أفريقيا وعلاقتها بأوروبا انتخابات رئاسية مهمة